هنروح لكرة السلة سيدات كرة السلة رجال بالمناسبة الدوري واقف عشان المنتخب بيلعب بطولة وديها في قطر وهيرجع يلعب تصفيات مؤهلة لبطولة أفريقيا ففي عندنا توقف شهر واللعيبة واخد راحة عندنا في النادي الأهلي المصابين بيتعدوا ومستر أجوستي بوش خد أجازة صغيرة كده لأسبانيا وراجع تاني يمكن تقتل أربعة أيام وهيرجع تاني اللعيبة طبعا الناشئين يعني شفت أنا شفت محمد خيري مبارح بيلعب مع فريق 20 سنة يعني بدأ أو 18 و 20 يعني بدأ يسبوهم يلعبوا مع فرق شبابهم ولكن قبل استناف الدوري تاني بسبوعين تلاتة أكيد مستر أجوستي هيرفع تاني الاستعداد إلى أعلى درجة فالرجال ما عندناش أخبار كتير ولكن السيدات بقى كان عندهم مباراة مهمة وده خبرنا اللي معانا مع نادي الاتحاد السكنداري بالمناسبة نادي الاتحاد السكنداري أسس فريق سيدات وبدأ يكونوا وبدأ يبقى ليه وجودوا بيلعبوا في الدوري الممتاز بالمناسبة وكمان تلعوا كمان دوري السوبر فهم بياخدوا خطوات بجدية أن يبقى فيه فريق السيدات قوي زي فريق الرجال الماتش كانت لعب على سلط تحاد السكنداري وفاس فيه فريق السيدات بقى الكابتن طاري خيري المباراة خلصت 159 الفترة الأولى خلصت 27-16 الثانية 53-34 الثالثة 83-48 والفترة الرابعة انتهت 159 فرقتنا محققا العلامة الكاملة من كل الانتصارات بيفوس في خمس جوالات وبيتصدر الترتيب برصيد 10 نقاط الأهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع اسموحها على سلط الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا برضو أرجع وأقول السيدات يمكن المنافس التقليدي لينا أو الدائم هو نادي سبورتينج فإحنا حتى الآن ما أبناش نادي سبورتينج وناجيك فيك أن انت تبقى أول أو تاني عشان تتجنب ان انت تلعبوا في قبل النهائي عشان هتقابلوا غالبا بشكل كبير في النهائي ودي تبقى دي السمة لمباريات السيدات كورتسلة في الفترة اللي فاتت فينال في أي بطولة سواء سوبر أفريقي سوري سوبر مصري مرتبط دوري السوبر أو كأس مصر طرفي اللقاء بيكون النادي الأهلي ونادي سبورتينج كل ده عن أو اللي حصل في الفترة اللي فاتت أو مع نتائج أو مرأبتنا للنتائج خلال يمكن أربع خمس سنوات فرقيتنا السنة دي عندها بعض الإصابات مش أحسن حال ولكن عندنا ثقة إن شاء الله إن الجهاز الفني بقاعدة كابتن طريق خيريا هيصوب المصار وهيكون إن شاء الله ده نتيج طول فوز ببطولة السوبر وكأس مصر بإذن الله